البحر البحر هو المكان الذي يرغبه أغلبية الناس أو الكثير من الناس للاستجمال وأيضاً كثير من الناس يرغبون أن عقارهم أو شقتهم تكون قريبة من البحر عرضنا اليوم مميز جداً بإطلالة البحرية وبقرب أيضاً من البحر مشروعنا اليوم مشروع سوملة بلره 2 مجمعات سوملة المعروفة في مدينة طرابزون هي ثلاث مراحل المرحلة هذه تعتبر من المرحلة رقم 2 مجمع عبارة عن خمسة أبراج سكنية العرض اللي بنصوره في إحدى من هذه الأبراج السكنية أشرح لكم الخدمات اللي موجودة داخل المجمع زي ما تشايفين ألعاب أطفال جلسات عائلية بالإضافة إلى كاميرات المراقبة أطراف المجمع وما ننسى أيضاً بوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع وأيضاً الشيء المميز أنه موجود مسبح مغلق بالإضافة إلى صالة الفتنس وما ننسى أيضاً حمام التركي والسونة هذه الخدمات الداخلية اللي موجودة تحت الشقة اللي مصورها لهذا اليوم الخدمات المحيطة أو القريبة من المجمع سوبر ماركت على مدخل المجمع بالضبط سوبر ماركت كبير يعني يعتبر كهايبر ماركت بالإضافة إلى وجود مدرسة قريبة وما ننسى أيضاً وجود الاتم اللي هو الصراف الآلي والجامع أيضاً قريب من الموقع وخدمة التكسي أيضاً بالقرب من المجمع هذا شيء أيضاً نحتاجه كسائحين أو كخليجيين نتملك في مدينة طرابزون أو في المجمع هذا موقع المشروع المشروع يقف في منطقة أكشبات أكشبات غنية عن التعريف بحيوية خدماتها وبقربها من الشاطئ يعني موقع المشروع أيضاً قريباً من الشاطئ أكشبات المعروف الجميل تعالوا مع بعض إلى الشقة نشوف تفاصيل الشقة ومساحتها وطلالتهم ميزة تفادي رمان تفادي رمان شقق على غير العادة نبدأ شرح شقةنا لهذا اليوم من البلاكونة كما ترون أحلى وأفضل مكان في المجمع هذا بلكونة الشقق لو تشوفوا أنه جاء البلكونة على شكل نص دائري ومزودة بالزجاج الشرايح وهذا الإطلالة الرائعة إطلالة البلكونة وأيضا إطلالة الصالة بنفس الإطلالة كما قلت لكم أنه ما يميز الشقق هذه بلكونتها شوفوا مساحة البلكونة مساحة تقدروا تكون مساحة غرفة أو صالة ديكورات سخفية بسبوط لايتات وأيضا في تدفئة أنه الواحد يقعد أحلى جلسة في الشتاء كمان والتدفئة تكون شغالة ميزة أخرى للبلكون أنه موجود هنا باربيكيو مكان للشوي تحت دولاب خاص لتخزين الحطب وفوقها نقدر نشوي البربيكيو تبعنا بجوارها مخسلة وهنا مخرج آخر للطوارئ البلكونة هذه مشتركة بين الصالة وغرفة ومطبخ تعالوا نشوف تفاصيل المطبخ زي ما قلت لكم أنه البلكونة اللي كنا فيها مشتركة بين المطبخ والغرفة والصالة هذه المطبخ أنه المشروع هذا الوحيد في طرابزون من فترة هو الوحيد اللي كان يعرض المطبخ بالأجهزة الكهربائية يعني شيء مميز ومتناسق مع ديكور المطبخ لو تلاحظوا التقم الفرن غسالة السحون مكرويف بالإضافة إلى ثلاجة درفتين أو بابين ما ننسى أيضا أنه موجود جرس انذار حرايق ودي كرة ثقفية وتدفية أيضا موجودة في المطبخ ننطلع من المطبخ مدخل الشقة من هنا لو تلاحظوا أنه دخلنا من الشقة المطبخ والغرفة والصالة يسارا عندنا دورة المياه الأولى دورة المياه الأولى لو تلاحظوا أنه حاليا بنظام أرضي لنا حرية الاختيار نقدر نقلبها بنظام بجوارها عندنا دولاب خاص بالأحذية والعبيات فوقها أرفف وأيضا هنا دولاب خاصة نقدر نحط التعاليق العبي والأحذية يعني في أماكن هنا الأرضية للكوريدور سيراميك وأيضا ديكورات سخفية وسبوتلايتات جاية بالنظام سينسور يعني فترة المساء الناس يكونوا نايمين وأنت بتتحرك يشتغل على السنسور على الحركة تعالوا نشوف الغرفة الأولى الغرفة هذه هم حاطين فيها طقم كنب تقريبا ثلاثة ستة ثمانية أشخاص مرتبينها وهذه الغرفة اللي قلت لكم إنها لها مخرج للبلكونة تعالوا إلى الصالة المميزة شوفوا الصالة ما شاء الله تبارك الله مساحة و ديكورة شوفوا الديكورات السخفية وعندنا واجهة جاية بانورامية نفس الإطلالة اللي شفناها في البلكونة بنشوفها أيضا في طلالة الصالة حاطين طقم كنب وعندنا طلالة ثانية من هذا الجهة وعندنا طقم السفرة أيضا موجود نسيت أقول لكم إنه موجود أجهزة التكييف واحدة في الصالة واحدة في الممر واحدة في غرفة النوم الرئيسية نكمل مع بعض التفاصيل الشقة نجي هنا نشوف دورة المياه الرئيسية لو تلاحظوا المواد المستخدمة كسيراميك والدوات الصحية والتدفئة والدواليب تشوفوها كلها بنظام درجة أولى وممتازة جدا وحطين أيضا شطافات أساس يكون سهلة لأخوان الخليجين شي مميز نجي هنا على غرفة رقم اثنين الغرفة الثانية هنا كمان حطين فيه سرير مزدوج مع دولابها وطلالتها أيضا طلالة بحرية مساحة حلوة بس هذه الغرفة والغرفة الثانية هناك ما فيها تكيف نقدر نحط التكيف على حسب رغبتنا نجي هنا على غرفة البنات غرفة رقم ثلاثة هنا حطين سريرين فردية مع دولابها ولها بلكونة خاصة فيها البلكونة هذه أصغر من البلكونة الأمامية مكان غصانة الملابس والسخان حطينها في البلكونة وأيضا مزودة بالزجاج الشرائح وطلالتها أيضا طلالة رائعة جدا على البحر نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية غرفة النوم الرئيسية الماستر مساحة لو تلاحظوا مساحتها ممتازة شوفوا مكان خاص بالسرير وديكور سقفي موجود أيضا بالإضافة إلى رأس السرير موجود إنارات لد مخفية وعندنا هنا الدرسينج روم حاطين فيه دولاب ملابس خاص فيه هنا بالدرسينج روم يعني منطقة تغيير الملابس مع باب خاص فيه وغرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها لو تلاحظ دورة مياه جيدة مساحة مش كبيرة دورة المياه بس متوسطة الحجم وعندنا إطلالتها جاي من الخلف إطلالة جانبية على المجمع يعني ما فيها ذاك الأطلالة بس كإجمالا تعتبر الشقة هذه أو المجمع هذا من أفضل مجمعات منطقة أكشبات كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة أرجو أن يكون الفيديو نهل على إجابكم في نهاية الفيديو أرجو أن المحتوى إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل والأسعار تجدونه في صندوق الوصف أسف الفيديو ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا بقناتنا في اليوتيوب بروج العقالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته